اه تشكيلة المنتخب كان فيه كلام على مشاركة الشناو وكان فيه مشاركة علشوبير يا جماعة احنا عايزين 11 راجل بكرة في المال ماتش بكرة هو توصلك لكاس العالم اي 11 لاعب طبعا اصابة احمد ابو الفتوح برضو اصارت معرفش برضو فيه علامة استفهام على فتوح بصابته كتير معرفش ليه ليه الاصابات دي كتير قوي ماتش ويتصاب لأ فيه حاجة غلط فيه حاجة غلط في اصابته يعني سواء بقى كدمة سواء التحام دايما حتى يمكن حتى لو مصاب فقا انك الرجل فدايما حاجات دي بتبقى تركيزة على فكرة تركيز في الملعب وتركيز في التدريبات هو اللي ما بيخللنيش اصاب فهل هو مثلا ممكن لان دايما الاتحامات لو انت مش بتلعب بقوة بتتعور ولو انت مش بسخن كويس او بتعمل اطالات كويس او ستريتش كويس بتتعور فتوح انت من اللعبة كويسة جدا عندك مستقبل كبير جدا ما تفتكرش ان انت كده حققت اللي ما حدش حققه انت عندك فرصة تبقى رقم واحد في الحتة دي عندك فرصة تبقى رقم واحد في الزمالك في المكان ده وفي المنتخب مصر ان المكان ده ما بقاش في حد اهتم بالكرة شوية اهتم بالمكان اللي انت فيه صدقني هي الكرة العمر بتاعها بيجري في سانية تلاقي المزم ده خلص اصابة بعد كده سنة بليت نفسك 28 سنة تلاقي المعدل الجاري بيقل 30 31 خلاص بطلت كورا فعندك فرصة استمتع بكل مرحلة في حياتك استمتع بكل لحظة انت بتلعب برضو في نادي كبير نادي الزمالك واكيد وعندك فرصة تبقى رقم واحد في المنتخب اتمنى ان هو حتى في الاصابة بتاعته دي ما تستعجلش في العودة ما تنزلش الملعب اي لعيب مصابة جماعة ما تستعجلش في العودة انزل وانت سليم مية في المية اه بالتوفيق ايا كانت تشكيلة اللي هيختارها كابتن حسان بكرا ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لي باذن الله في المباراة بكرا ان شاء الله باذن الله كل جميع القرى المصرية وجميع مصر اللي موجودة في الاستاذ باذن الله باذن الله يخرجوا وإحنا كسبنك